فيه لعيبة لما تيجي تتكلم عنها بتفتكر كل حاجة حلوة في أول يوم الحقيقة دخل فيه وليد سليمان النادي الأهلي لحد ما بتيجي تعتزل يعني الغات لما وليد أعلن هو الحقيقة منذ فترة أعلن ده آخر موسم حيكون ليه بالمناسبة اللعيبة دي عمره ما بتكون النهاية بالنسبة لهم هي الإعلان الاعتزال لأن ولاد النادي الأهلي مش اللي بدأوا فيه ولاد النادي الأهلي هم اللي انتموا بحق وحقيقة وأخلاصه لشعار النادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي عشان كده شايفين مظاهرة حب الحقيقة عظيمة جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي لوليد سليمان اللي بينهي مشواره وهو على القمة قمة قلوب كل الأهلوية قبل ما تكون قمة البطولات والمجد على مدار أعتقد 11 سنة وليد سليمان في النادي الأهلي عديد وكثير من البطولات وكثير أو أكتر من حب كل جمهور النادي الأهلي لوليد سليمان الحقيقة مثل هذا الرجل يستحق كل الاحترام يستحق كل التحية 295 مباراة بقميص النادي الأهلي 68 هدف و48 أسست والحصيلة 22 بطولة متنوعة 6 دوري 2 كاس مصر 4 دوري أبطال إفريقيا 4 سوبر إفريقي لقب كونفدرالية 5 سوبر مصري وبرونزياتين كاس عالة لما تفكر في بداية وليد سليمان مع الأهلي هتلاقي نسي كل حاجة وباع الفلوس حتى يعني هناك البعض بيقولك إيه إن أنا أمشي من أي حاجة عشان خاطر الفلوس لكن وليد سليمان باع أي حاجة عشان خاطر النادي الأهلي وقت ما كان في أمبي يعني عشان يلعب في النادي الأهلي والنتيجة بعد 11 سنة إنه عندما بينهي مشواره بيفوز بحب كل جمهور النادي الأهلي وقبل ما يفوز بكل البطولات اللي عدتها لحضراتكم من شوية هو ده اللي اسمه ابن النادي اللي اشترى الأهلي وجمهوره اللي اشترى الأهلي وجمهوره وكان طموحه مش فلوس كان طموحه بطولات وحب الجمهور وعرق عشان خاطر كيان النادي الأهلي دايماً حاضر عشان يساعد فرقته ولما حيبص وراه يعني لو وليد سليمان هو واقف كده وبص وراه وحيلاقي تاريخ كبير جداً جداً يفخر به وحيلاقي جمهور بيقدره وبيحبه شكراً وليد سليمان شكراً من كل قلب أهلاوي بيحبك وبيحترمك واللي جاي دايماً يكون أفضل